السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي في هذا الفيديو فيديو موجه لتلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي كراسة الواضح في اللغة العربية درس جديد من الضواهر اللغوية في الوحدة الرابعة وهو أول درس في الوحدة الرابعة في الصرف والتحويل الأسماء الموصولة الأسماء الموصولة ما معنى الأسماء الموصولة الأسماء الموصولة هي أسماء لا تتم معناها إلا بجملة تأتي بعد الإسم الموصول لتتممه وتوضح معناه أعيد الأسماء الموصولة هي أسماء لا تتم معناها إلا بجملة تأتي بعد هذه الأسماء لتتممها وتوضح معنى وتسمى صلة الموصول يعني تصل الجملة ببعضها صلة الموصول ولاحظوا وأكتشف بداية قبل شرف الدس ينقسم الأسماء الموصولة أو الإسم الموصول إلى ثلاث أقسم وكل قسم ينقسم إلى قسمين المفرد المفرد ينقسم إلى المفرد المؤنت والمفرد المذكر المثنى ينقسم إلى المثنى المذكر والمثنى المؤنت الجمع ينقسم أيضا إلى الجمع المذكر والجمع المؤنت المفرد المذكر الذي الذي الأسماء الموصولة المفرد المذكر الذي المفرد المؤنت التي نستعمل التي بالنسبة للأسماء الموصولة التي نستعمل في المثنى المذكر الذاني وفي المثنع المؤنت والأسماء الموصول التي نستعمل في الجمع المذكر وجم مؤنت بالنسبة لجمع المذكر الذين وجم المؤنت نستطيع أن نستعمل اللائي اللواتي وأيضاً اللاتي اللاتي إذن الذي للمفرد المذكر التي المفرد المؤنث اللذاني المثنع المذكر اللتاني المثنع المؤنث الذين الجمع المذكر بالنسبة للائي اللواتي واللاتي فنستعملها للجمع المؤنث نتمنى أن يكون واضح الذي للمفرد المذكر التي للمفرد المؤنث اللذاني المثنع المذكر اللتاني المثنع المؤنث الذين لجمع المذكر اللائي اللواتي واللائي واللاتي للجمع المؤنث ألاحظ وأكتشف أقرأ الجمال وأحدد نوع الكلمة المكتوب باللون الأحمر أفعال أو أسماء أو حروف أحب الرجل الذي يتناول الأخشاب جافة المهملة ويصنع منها مادا البستانيان اللذاني يعتنيان بالحديقة مبدعاني إن اللواتي حكن الصوف ويصنعن ملابس منه صابرات التاجيران التاجيرتان اللتانة فاوضان الزبون عن الثماني تجارتهما تعرف رواجا إذن كاللحظة عندنا الذي لذاني لواتي لتاني ما نوع هذه الكلمات المكتوب باللون الأحمر أسماء أسماء موصولة إذن هذه أسماء موصولة أحلل أتأمل الكلمات المكتوب الأحمر هل يتم معنى الكلام بالوقوف عندها الرجل الذي إن اللواتي هل يتم معنى الكلام بالوقوف عندها لا لا يتم معنى الكلام عند الوقوف عندها كما أشرت قبل قليل لا يتم معنى الكلام بالوقوف عندها لأنها تأتي لأنها لا يتم معنىها إلا بجملة تأتي بعدها لا يتم معنىها إلا بجملة تأتي بعدامة الرجل الذي بنى المسجد يعني هنا نقول الرجل الذي فإن المعنى غير كامل وإنما إذا قلنا الرجل الذي بنى المسجد فإن الجملة معنىها تام إذن هل يتم معنى الكلام بالوقوف عندها لا لا يتم معنى الكلام بالوقوف عندها هل اتضح معنى الذي واللوات حين وصلنا بهما ما يتم هما الرجل الذي يتناول الأخشاب الجافة المهملة ويصنع منها مهدا نعم لقد اتضح المعنى أحب الرجل الذي يصنع مهدا بالأخشاب الجافة والمهملة يقوم بصناعة مهد بالأخشاب الجافة والمهملة يعني كملنا بالجملة اللي تجمر الاسم الموصول كذلك في اللواتي إن اللواتي يحكن الصوفة لاحظوا اللواتي مجموعة للنساء يقومون بحياكة الصوف ويصنع الملابس منه صابرات إذن لقد تم المعنى بما جاء بعده إذن نعم اتضح المعنى نعم اتضح معناهما حين وصلناهما بما يتممهما ما نسمي الذي وما نسمي الجملة التي تكمل معناه نسمي الذي اسم موصول الذي اسم موصول والجملة التي تأتي بعده نسميها الجملة التي تأتي بعدها هذه الجملة تسمى صلة الموصول الجملة التي تجي بعده بعد الذي أو اللواتي أو التعني أو التعني تسمى صلة الموصول صلة الموصول الجملة التي لاحظوا معي هنا الجملة التي تأتي بعد ماذا نسمي الذي نسمي اسم موصول ونسمي الجملة التي تأتي بعده مثلا هنا يتناول الأخشاب الجافة المهمة التي يصنع منها مهدان يعتنيان بالحديقة مبدعاني يحكن الصوف ويصنعنا ملابس منه صابرات تفاوضان الزبون عن الثمن تجارتهما تعرف رواجا تسمى صلة الموصول تسمى صلة الموصول أتمموا الجدول التي تأتي بإدراج الأسماء الموصولة في الخانات سوف نقوم بإدراج الأسماء الموصولة مثلا للمذكر لدي الذي للمفرد المذكر للمفرد المؤنث التي ما عندناش في الجمل ولكن نستعمل التي للمفرد المؤنث كما شرحت في نول ديال الدرس التي للمفرد المؤنث للمفرد المذكر لложداني للمثنة المؤنث لجمع المذكر الذين الذين ولجمع المؤنات لدي اللائي اللواتي ونستطيع قول أيضا اللاتي أستنتج أن الإسم الموصول إسم لا يتم معنا إلا بجملة تأتي بعده وتتممه وتوضحه يعني واحد جملة تجم ورا باش تتمم المعنى دياله وتوضح لنا وتسمى صلة الموصول هذه الجملة تسمى صلة الموصول الأسماء الموصولة الذي التي للمفرد اللذان اللتان للمتنى الذين اللائي اللواتي للجمع أحيد الأسماء الموصولة الذي والتي للمفرد الذي للمفرد المذكر التي للمفرد المؤنت اللذاني اللتاني للمثنى اللذاني للمثنى المذكر اللتاني للمثنى المؤنث الذين اللائي اللواتي لجمع الذين لجمع المذكر واللائي واللواتي لجمع المؤنث وعندنا كذلك التلاتي نستطيع استخدامها أكمل الفقرة بالاسم الموصول المناسب ما تعليل اختيار إن أصحاب الحرف المهني هم الذين لماذا كتبت هنا الذين لأن جمع المذكر هم الذين يعملون بكد كل يوم فالصباغ مفرد لماذا سوف أستعمل الذي لأن الصباغ مفرد فالصباغ الذي يزين واجهات المباني والخياطة التي سأكتب بداية التي لماذا اخترت التي التي لأن الخياطة مفرد مؤنث والخياطة التي لا تقف عند نوع واحد من الأثواب كي تصنع الملابس المختلفة دون أن تنسى الطباخات الطباخات كما كتلاحظونا جمع مؤنت اللواتي 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 أو اللاتي هنا اللواتي اللواتي يزيننا لماذا اخترنا اللواتي؟ لأن عندنا جمع مؤنت يزيننا موائدنا بما لد وطاب كل هؤلاء مبدعون ومبدعات أنا أعود أن نقرأ لكم إن أصحاب الحرف والمهني هم الذين يعملون بقد كل يوم اخترنا الذين هنا لأن عندنا جمع مذكر كما كتلاحظونا عندنا هم فالصباغ الذي مفرد مذكر الصباغ الذي يزين واجهات المباني والخياطة التي الخياطة مفرد مؤنت لا تقف عند نوع واحد من الأثواب كي تصنع الملابس المختلفة دون أن ننسى الطباخات عندنا جمع مؤنت إذن اللواتي يزيننا موائدنا بما لد وطاب كل هؤلاء مبدعون ومبدعات كنتمنى أنني قدرت أني نوصل لكم الدرس ديال اليوم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة